المراقبون في صحة العامة في ورشة تدريبية لتشخيص مرض نقص مناعة فيتامين ألف للأطفال الرضع كما سيقومون بالبحث في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات لرصد المعطيات المهمة من حيث نقص فيتامين ألف باعتباره كداء مزمن ومنتشر بين فئة الأطفال الرضع وتأتي هذه الورشة تمهيدا لإطلاق الحملة الوطنية لتشخيص مرض نقص فيتامين ألفة التي من المقرر إطلاقها في الثالث عشر من هذا الشهر كما تسمح هذه الخطوة للحكومة عبر وزارة صحة العامة والوقاية بالسيطرة على هذا المرض لتأمين نمو سليم للأطفال ومساعدتهم في مكافحة المرض نصرق بشكل مدينة يمشيح في تالات وإشرين انقل هذا المرض لكيف يأخبون هذا المرأة كما نقوم بكيف حاليا نحن نقوم بكيف حاليا نحن نقوم بكيف حاليا نحن 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 نجيح بالحق على ريكات المرض ومهم أنه يتضبون أن يتضبون هذا المرض إدارة التغذية والتكنولوجيا الغذائية عبر وزارة صحة العامة والوقاية وبتمويل من الشركات تعمل على تقليل هذا الداء